الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أهلا بك سيدي شكرا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورسول الله نشكرك أخينا على الاستضافة مرحبا بك الله يسلمك كل المجتمعات في العالم تحترم إنتاجها الوطني هل يحترم المستهلك الجزائري إنتاج بلاده؟ فيما خص الاحترام على كل حال هو مصطلح على كل حال إنساني أكثر إنساني أكيد ولكن رمزية رمزية تقدر تقول تقدر يعني تفتح الموضوع بما نقول كما قلوا بهذا نقول هو تضامن مع المنتوج الوطني التضامن تضامن مع المنتوج الوطني المنتوج الوطني بالطبع وحماية المنتوج الوطني يعني الألماني يتضامن مع إنتاج بلاده؟ أكيد أكيد مستهلك أولا دوره الأساسي هو كما قلوا حماية مصالحه وحقوقه والدور الثاني وهو يدخل في الواجبات وهو حماية المنتوج الوطني أو تشجيع المنتوج الوطني على الاستهلاك من خلال استهلاكه لأن المستهلك في حد ذاته لما يروح يشري بالدرجة الأولى عنده سلوكات وعنده عوامل يختار عليها المنتوج المنتوج ما مهما كان سواء كان مصنع محليا أم مستورد أولا الشيء اللي يشوفه هو السعر بالدرجة الأولى والعامل الثاني وهو عامل نوعية المنتوج وهذا مرتبط مع قدرته الشرائية كي ينفي أمين الناس عندهم قدرته الشرائية مرتفعة يختار المنتوج بالدرجة الأولى على أساس نوعيته الجيدة والسلامته لكي لا يضروا في صحته هذي يديرها المستهلك الجزائري لما يقتني شيء في الواقع أنت تحكي على المستهلك الجزائري ليس يشري منتوج صنع في الصين صنع في الجزائر في تلمسان أو في المدية أو في بمردس يلبسوا يقولك هذا يضرني وهذا لا يضرني طبع لازم أنفر لا لا أسبح لي لأخ ناصر لازم أفرق هناك بين بين مستوى المستهلكين كانوا عندهم ثقافة متشبع بثقافة عنده اختيار المنتوج وكانوا ما عندهوش معلومات حول المنتوج إذن الاختيار قدتلك العامل الأساسي هو السعر بالدرجة الأولى يختار على أساس السعر العامل الثاني هو أساس النوعية بالدرجة الأولى وهذه معروفة يعني عالميا وأنا فيما المفروض أنه عالميا تمشي للنوعية ومبعت نيقوصي على السعر لا 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 بالمقارنة مع القدرة الشرائية تعلم مستهلك الجزائري جميل أنا مستهلك جزائري أكيد أنا مستهلك جزائري نلبس جزائري اسمح لي اسمح لي لا لا ولكن أنا أستهلك منتو الجزائري يعني الشي اللي نحكي لك فيه والعيشة تروح للنوعية وتنيقوصي إلى حبيت تمشي للنوعية بعدين السعر لما تروح للسعر وما تحوص على النوعية معناه هذا أنه هناك خلل أكيد يعني النوعية هي الأساس قبل السعر شوف هي من كما أقول لوجيكمان النوعية هي الأساس عكدا تفهم لكن لكن بالمقارنة بالمقارنة مع المجتمعات قدرة الشرائية تعلمت على المجتمع نحن نشوف بأنه في فئات في المجتمع الجزائري كلي عنده قدرة شرائية كبيرة تستطيع يشتري يعني يخير النوع اللي يحبوه ومن بعد يجي العمل الثاني والسعر أما فئات من الناس وهي الأكثرية في المجتمع الجزائري قدرة الشرائية ضعيفة بالمقارنة مع الدخل انتع الفرد الجزائيين نعم قدرة شرائية كيتهز ينفذ صنعة في الجزائر وتهز ينفذ صنعة في الصين تطبق لنا ضهرياتك بالطبع الجزائري قدت لك سلوكات الجزائري كنت تنظر يا أستاذ فتتعطيتني نظرية أنا أقولك تطبق لي ينفذ صنعة في الجزائر ينفذ صنعة في الصين صديق الله سات يام شواء نعم انت قلت بعد الساعة وش كيف سات يام شواء يعني ماشي من النوعية الجيدة المحلي أم المستورد 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 هو جيد من منتوجات ناسيج وغيره تباع على حساب المستورد من الصين وغيرها شوف يا السوق بسطها يا أستاذ بسطها بعيدا عن الكتاب اللي درتك شوف شوف بسط لك الأمور نعتبر نفسي كمستاهليك جزائري نعم لما نروح نشري أولا نروح بكي مقروبي معلومات الشي اللي نحوص عليها باركزامبل نحوص على منتوج مثلا غذائي أو منتوج ناسيج تعلي بس على ماذا أبحث نشوف أولا النوعية وكذلك السعر نقارن بيناتهم فرسكو العوامي لتعلموا قارنة هو سيلورابور كاليتي بري هذا هو الأساس بعد نشوف منين متكون هذا النسيج هذا هل هو متكون من القوطن 100% أم متكون من القوطن 70% 60% والأخرى كما قلو بوليستار لازم المستريك يعرف بأنه المنتوج تعال القوطن هو منتوج جيد يحميه في صحته وخاصة إذا كانت ملابس داخلية المنتوج تعال بوليستار ولا الأخر يضروا وهذا كان سبق ديجا الجزائريين وين شيراوا منتوجات سواء أحذية أو خاصة الأحذية لمصنوعة من الجنود ومستوردة من الخارج مصنوعة من البلاستيك يعني الراضي سعره 500 دينار بأنه تساوي مرض أكيد بصحة المستالك في بعض الأحيان ما عندهش معلومات ما هوش متشبع بالمعلومات حول حماية صحته بالدرجة الأولى يعني شوف السعر الآن تغيرت الأمور بفضل التوعية تغيرت الأفكار أصبح المستالك يرتباله بعدما يعني الضرر الضرر وعبر وسائل الإعلام يعني داروا يمقلوا داروا بورتاج على الأضرار لسببت هذه المنتوجات أصبح المستالك الآن فاطن واعي كيروح يشري إذن لازم يشوف بالدرجة الأولى صحته لأنه لو يشريها بسعر منخفض رح يدفع الثمن بعد على الأدوية المعالجة إذن أصبح الملابس الداخلية قلت لما تكون مصنوعة من القطن من الأحسن أنا عندنا مؤسسات العمومية الجزائرية واليوم كين ما عرضت على النسيج مصنوعة من القطن بينما بعض المستورد مصنوعة من البوليستار يعني من مادات البوليستار البوليستار المنتوج هذا البوليستار ولكن علش المستهلك الجزائري يمشي المستهلك من المصنوع من البوليستار ويهمل القطن لأنك تقوله صنيعا في الجزائر لا 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 أخ أنا ما نقدرش نعمه هذا النظرية هذا النظرية لا نستطيع تأميمها لأن الجزائر الآن بعض الفئات أصبحوا يشجعون المنتوج الوطني لماذا المنتوج الوطني؟ لأنه أنا شخصيا كجزائري كمستهلك انثيق في المنتوج الجزائري أكثر من المنتوج المستورد لأن المنتوج الجزائري المسلوح في الجزائر أولا هو منتوج كما قلو مراقب بقى بصفة عامة نتكلم بصفة عامة المنتوج الجزائري مصنوع من طرف مؤسسة شركات جزائرية بيد جزائرية معناه عائلات تتقوّت من هذه الأخرى الشركات المنتجة الجزائرية تدفع رسومات وضرائب عندما تحصل على فوقتات يعني تمول الخزينة معناها تشارك في رفع الاقتصاد الوطني ثالثا المنتوج الجزائري راه مراقب محليا لأن الدولة الجزائرية الصهرة عندها مخابر عندها آليات عندها هيئات تصهر على الرقابة تعل منتوج قبل وضعه للاستيلاك وإضافة إلى هذا أن المنتوج الجزائري قانون الجزائري يجبر المنتج الجزائري أن يراقب سلعته قبل وضعها في السوق وهي ما تسمى بالمراقبة الذاتية معناه هذا يعني يجب عن المستهلك الجزائري أن ينطلق من هذا النقاط اللي كنت تحدث عليها ويغلب المصلحة الوطنة على حساب شيء آخر هذا باش نوصله ك لازم يدير توازن لازم يدير توازن بين المنتوج الجزائري المنتوج المحلي باش يسهلكو لماذا؟ عند استهلاك شراء المنتوج الجزائري المحلي الآن ويدفع بالقاطرة تعلق الاستهلاك والقاطرة الإنتاج كل ما يكون استهلاك أكثر كل ما يكون إنتاج أكثر كل ما يكون وظائف ومناسب شغل أكثر أكيد مناصي بشغل أكثر ربح أكثر تمويل الخزينة أكثر وهنا يكون كما قلوا لازم تكون عندنا ثقافة من الأحسن يكون ثقافة جزائرية استهلاك منتوج محلي بشرط أن المؤسسات والشركات المنتجة جزائرية تحترم المقاييس الصحية وكذلك تحترم السعر لازم يكون سعر يعني معقول ما هو سعر مرتفع ويكون سعر منافس لسعر المنتوج الأجنبي هنا نقدر المستهلك يقدر بالطبع يقتني هذه المنتوجات ويساهم في دفع أجلة اقتصاد الوطن كجمعية وطنية لحماية المستهلك تأسستو سنة 1994 عند أكثر من 25 سنة بالطبع منساش باللي كفي ذاك الوقت في النظام السابق الآن الحمد لله النظام جديد النظام السابق كان بصعوبة باش قليل الناس اللي تفكر في إنشاء جمعية وطنية جمعية حماية المستهلك اللي تقولوا المستهلك ما عندوش قناعة يعني بحماية المستهلك الناس ما تأمنش بها الآن مع مرور الزمن وسائل الإعلام أيضا وسائل الإعلام الآن هي مشكورة كثيرا وكذلك القناعتنا قناعتنا كما قلوا بالمقارنة مع التكويننا كجميعيين في ميدان حماية المستهلك في ميدان الصناعة الغذائية والفلاحية إلى آخرين وإضافة على هذا أنا سبق لي أني عملت في وزارة تجارة كمفتش رئيسي لمراقبة نوعي وقم الغش هذا هو الشي القناعة اللي خلتنا ننشأ هذه الجمعيات برغم الصعوبات والعراقيل والأمور يعني تلاقينا صعوبات كثيرة ونقص الإمكانيات لكننا لم نفشل لحد الآن عدة جمعية ومع ذلك نحلت لأن جمعية حماية المستهلك طابحها ليس كما طابع الجمعية الأخرى ثقافية أو رياضية أو جمعية أخرى هي يعني بذل المجهود هي مقاومة هي تضارف المصالح لأنه مصالحنا نحن ندافع على المستهلك ما ننسىش بلأنه مصالح فئة أخرى اللي هي فئة المتعامل الاقتصاديين راهي كما قلوا تتصادم معها وهنا الكفة اللي شفناها الكفة غير متوازنة غير متوازنة لأنه جمعية حماية المستهلك عندنا شيء إمكانيات أما المتعامل الاقتصادي عندهم إمكانيات عندهم أموال عندهم أشياء كثيرة إذن مرينا بصعوبة الآن الحمد لله السنوات الأولى أكيد الآن الحمد لله ما زال حد الآن صعوبات لكن التكفل بجمعية حماية المستهلك كان قليل كان مهمشة الآن فيه نظرية جديدة مع الجمهورية الجديدة الآن أصبحت الأفكار تغيرت الأفكار المسؤولين أصبحت هناك كما قلوا إرادة سياسية من السلطات العليا بابتداء من رئيس الجمهورية وكان استقبلنا يعني مؤخرا عنده خمسة عشر يوم برئاسة الجمهورية وهذا لم يسبق لم يسبق ولم يحدث من استقبالكم في رئاسة الجمهورية نعم استقبال جمعية الوطنية حماية المستهلك من طرف المستشار مستشار المكلب بالمجتمع المدني لدى رئيس الجمهورية وبلغنا بأنه رئيس الجمهورية يولي اهتمام كبير لجمعية حماية المستهلك ويثيق فيها ويشجعها وكما قالوا عبرنا عن شغالتنا كلها والمشاكل والصعوبات من أجل تدخله وتذليل هذه الصعوبات ودفع بجمع حماية المستهلك للأمام لأنه يعرف بأنه جمعية المستهلك عندها دور كبير في حماية المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني نعم بالنسبة للنشاطاتكم الأخيرة هل تحركتم فيما تعلق بأزمة الحليب ومختلف الأزمات التي الخضر والفواكه المشاكل التي عاشها المستهلك في الأشهر الأخيرة شوف احنا العمل التي عنا ليس كما قولوا ظرفي بل هو عمل مستمر على طول السنة ما نقعش كل يوم نعمل كل يوم نتلقى أشياء كون مسالكين في نفس الوقت رأنا نمشي في السوق ورأنا نلاحظ المشاكل التي عاني بالها المستهلك توجور دائما باللخة لسلطات توجور دائما تدخل زيادة على هذا تكلمتلي على مشكل حليب بالطبع نحن تم استقبالنا من طرف السيد الوزير التجاري ومشكور الأستاذ رزيق في الأسبوع الأول من تنصيبه استقبل جمعية حمية المستهلك وعطانا كما قولوا على الثقة تامة باش نبلغوا بجميع المشاكل باقتراحات انتعنا وكانت اقتراحات انتعنا عطيناها له كتابيا سواء في جميع الميادين اللي هم قطاع التجارة قطاع المستهلك قطاع الرقابة قطاع كل قطاع تنظيم السوق قطاع المراقبة المخبرية عطيناها عدة اقتراحات الآن باش يدرجها في برنامج الحكومة من أجل النهوض باقتصاد قوي بإذن الله وتكون حماية أحسن للمستهلك نرجع المشكلة الحليب مشكلة الحليب تحدثنا علي احنا عموذ سنوات حتى في عهد الوزير السابق قبل ما يجي الأستاذ رزيق مباشرة تكلمت مع الوزير عدة مرات رفحت له مشكلة الحليب لكن للأسف كانت ما كانش إرادة سياسية لمعالجة مشكلة الحليب كلنا نعرف أن الحليب يباع بسعر 30 دينار 35 دينار والمستهلك يشري وساكت لأن الآن فيه إرادة سياسية تدخل رغم الصعوبات لكن المشكلة أو بداية حل نشوف الحليب روي يباع 25 دينار وفي الكيس مكتوب سعر مقنن من قبل كان سعر مقنن لكن يباع 35 دينار وكانت المضاربة كان تهريب للغبرة اللي يعطيها الديوان الوطني الحليب تبعوا حتى أنتم هذه المواد الأولية تبعوا كل شي بالطبع هذا دور نحن لما نخذ موضوع نحل من الألف لليا يعني من البالتها فيما خص موضوع الحليب نحن قدرنا عليه تحقيقات وشفنا وبلغنا المسلطة المعنية بأن يتعلم فيه تهريب للغبرة اللي يعطيها لونيل للملبانات الملبانات البعض منهم يعودوا يبيعوها للمصانع أخرى للخواص باش يحولوها لكلام يحولوها للبن يحولوها هكذا وجزء قليل برك يصنع يصنع كحليب مبسطر يباع المسالك لهذا الكمية لا تكفي زيادة على هذا موضار موضار بل يقوموا بها الموزعين يعني يشكلوا جمعية لوبي أصبحوا يعني يوزعوها كيم يحبوه يبيعوه مارشنوار لهذا خلقوا تذبذوا في السوق تذبذوا في السعر الآن بفضل الإرادة السياسية وتدخل الوزارة بقوة رغم الصعوبات بالطبع المشكلة يتحل تحل 70% والآن الحليب نقول ما توفر ب25 دينار ما كاشل يبيعوا أكثر من 25 دينار وهذه مولا حظ لحظناها لازم نشد عليها موضوع آخر مهم جدا وهو موضوع انتع القمح انتع الفارينة انتع الخبز لسعره غير محترم وسعر مدعم الفارينة سعره مدعم العادي 7.50 اما المحسن 8.50 رئيس الاتحادية يقول لك انه 10 دينار لكن هم متفاهمين لانه عندهم جمعية متفاهمين يبيعوها اقل سعر 10 دينار لكن هو سعر مدعم انا نتكلم على كما اقول الموضوع هذا اللي مسر الاقتصاد الوطني اللي ينهب الاقتصاد الوطني وهو انه فيه ديوان للحبوب ليستورد الحبوب من الخارج ويعطيها المطحانات بسعر مدعم يبيعوهم 1400 دينار هما واش يدونوا الان بفضل الرقابة حكموا 46 مطحانة لا تقوم بعملها تأخذ الكوطة انتحة من القمح اللين وتبيحها اللي يبيعوها مباشرة الموالين يخذوا الفايدة انتحة يبيعوها مرشنوار يخذوا الفايدة انتحة بدون تحويلها اثنين كاللي يقول يدلها يعني يرحيها اولا مبرك ويعاوذي بيحها لموالين وكاللي يحولها الفارينة ويبيحها كفارينة ليعالف لحيوانات الموالين اذا هذا وكالل نسمعنا انه اخطر انه يدي من الديوان ويبيعه للفلاح الفلاح يعيده الى الديوان في موسم الحاضر هذا في مقص القمح القمح الصلب المودع هذا كما قلوا موضوع اخر ونقدر ان نعالجوه هذه القمح الصلب اللي يشريوه خاش الدولة مدعماته يديوه هم بعد يعود يبيعوه لكن فيه رقابة يعني عشي قليل حناش اللي يهمنا المطحانات هادو اللي يراهم يغشوا اللي الدولة دارت فيهم الثقة التامة باش يحولوا المنتوج الفارينة ويبيعوه للخبازين باش يباع سعر الخبز يكون محترم ما ننساش في 2011 خلقوا ازمة هذه المطحانات خلقوا لوبيات هما ثاني هما جمعية لوبيات خلقوا ازمة الفارينة دولة جيب جمعين الخارجي لقمح الليين وتوزعوا لهم لكن الفارينة مكاش البروجي ملقوش الفارينة اذا هنا مشكل الان لما تكون ارادة سياسية من طرف السلطات العليا وضعوا حد لهذا التجوز الخطير ووقفوا 46 مطحانة متواجدة على الموسى والقطر الوطني اللي تغش في هذا المنتوج وكما قلوا ما تحترمش السعر المقنم في مثل لما السلطات تحارب مثل هذا الممارسات عند التجار الكبار او الصناعيين الكبار اين يكمل دور المستهلك المستهلك اولا المستهلك هو كفرد وحده لا يستطيع فعل اي شي المستهلك لما يكون وحده صوته لا يسمع لابد ان يكون متضامنا باش القوة يكون عنده قوة لازم يكون تضامن كيف يكون التضامن يكون التضامن عن طريق انخيراته في جمعية حماية المستهلك هنا تكون قوة قوة ضغطة تساعد المستهلك في حمايته واسمع صوته لما يشتكي يشتكي كفرض يقدم شكوى مش كما كجمعية تقدم شكوى هناك فرق الجمعية يؤخذ بعين الاعتبار اما الفرض ممكن يعني لا يؤخذ لهذا لابد انخيراته في جمعية حماية المستهلك باش تكون صوته مستمع تكون عنده قوة هذه الاولى جمعية حماية المستهلك لا خليني المستهلك المستهلك المواطن المستهلك بعيدا عن جمعية المستهلك تحدث هنا مثلا ارادة من الدولة الجزائرية للقضاء على المضاربين في الحليب والمستهلين والموزعين الغيرشرائيين وفي نفس الوقت تلقى المستهلك يمشي لهذاك المنتوج ويزيد الطالب على هذا المنتوج مما يضعف كفة السلطات للقضاء على لا نعود نولي لثقافة المستهلك هذه الثقافة تكون ينشرها تنشرها جمعية حماية المستهلك عن طريق توعية عن طريق وسائل الإعلامي خلال حصة مثل هذه اي تساهم بكثرة اعطني مثال وكيفاش تقدر تعالج نعطيك مثال اولا نعطيك مثال تعالى شهر رمضان نعم منساش باللي في الأسبوع الأول من شهر رمضان ترتفع الأسعار بأن نوعي المستهلك بأنه في الأسبوع الأول لا يجب يعني على المستهلك أن يشتري كمية كبيرة يشتري كمية ما يحتاجوه كي يترك يخلي كمية موجودة مجدة في السوق لما يجو مشترين آخرين يلقوا الكمية ما تلقاش بيونيري في البورودولي لما يكون المنتوج مفقود من السوق بالطبع يعتفع الأسعار إلى قضية العرض والطلب لكن المستهلك لما يشري وشي يحتاج فقط مثلا شكرة الحليب نخلينا في رمضان ندرنا حمالات أن الأسبوع الأول يجب أن يشتري كمية قليلة ما يحتاجوه نعم خاصة في الخضر الأساسية الآن لما يشري كمية قليلة تبقى السوق كمية كبيرة موجودة إذن السعر ما يرتفع شوتوماتيك هذه الثقافة كانت غير موجودة من قبل الآن أصبح المستهلك واعي ومتشبع بهذه الثقافة يعني المستهلك رهبو متشبع أكيد أكيد هذا في السنة الماضية أسبوع الأول ما ارتفعش الأسعار بفضل المستهلك بفضل التوعية والثقافة المستهلك ما ترتفع الأسعار ما ارتفعش فيك الجنوني مثل السنوات الماضية بلك ربما أنه موسم الخيرات هذا موسم الخيرات وموسم كذلك ما ننساش من المستهلك الآن أصبح واعي تروح لي كما قلوا درنا حوارات مع المستهلك وشفناهم مع وسائل الإعلام يسقسي المستهلك كيف تشري يقولوا نشري وش نحتاج هنا خاصة أسبوع الأول ويقولوا ما نشريش باش يبقى المنتوج في السوق باش سعر نتعوه ما يرتفعش هذه وقفت عليها في الميدان نعم في الميدان هذه نأكدها لك رغم والثقافة هذه رأي تتكرس مليحة لو كان نقول رأي تتكرس ويجب تتريسها بقوة إذن لا تكرس في لحظة في سنة هي مع مرور الزمن المستهلك يصبح مثقف يصبح واعي لما يروح يشري يكون عنده معلومات يكون عنده ثقافة يعنده سلوكات كيفاش يختار المنتوج كيفاش الكمية اللي يشريها إلى آخيره هذا هو المثال الكيس الحريب كيس الحليب نشوف نحن هما خلقوا ببعض الحياة المستهلك خلق أزمة مثلا يشري 8 شكاير 10 شكاير 10 شكاير 15 شكاير هذه ملاحظة لكن لكي كل مستهلك يستهلك ما يحتاجه نحتاج شكاير نشري شكاير نحتاج زود يشري زود يبقى المنتوج علش نشري 10 شكاير 20 شكاير ونخزنها لما يأتي مستهلك آخر ما يحتاج شي أستاذ يقولك أنه وش يضمن غدوة بل يكاين هذه الثقافة هذه السلوكات هذه الثقافة اللي حبينا نقضي عليها احنا هذه الثقافة لازم تتغير في ذهن المسالك بالمقارنة أن الدولة تقوم بواجبها المنتجين يقوموا بواجبهم كما يقولون ما يخلقوش أزامات لابد يكون فيه إنتاج لما نغرق السوق بالمنتوجات بالطبع هنا يكون العرض أكبر من الطلب هنا الأسعار تبقى يعني تكون محترمة والمستالك يشري بكل راح ما يكون عنده عقلية هذه باللي المنتوج هذا راح يخلاص لحي نلقى مشكلة إلى آخيري إذن لما يعرف المستالك بأنه لما يروح للسوق اللي حان وتيش للمحل يرقى الحليب أو يرقى منتوج ما ما يتقلقش يشري ويش يحتاج فقط إذن هذا هو اللي حبينا نصل إن شاء الله لثقافة المستالك وتكرسها في أرض الواقع 150 مليون دولار هي تكلفة الشيء اللي تخسره الجزائر من تبذير الخبز نحدث عن مستهلك أصبح يعرف أنه الأسبوع الأول مي وأنا مستهلك أكيد نتحدث كمستهلك أنه ما ندبزوش على جال باش نديه الحاجة أنه نكون ورزان نكون قنوعين لكن في نفس الوقت نحن شعب نبدل 350 مليون دولار سنويا في الخبز قضية تبذير الخبز هي قضية ما هيش وطنية وعالمية عالمية نعم مشغل في الجزائر مشغل في الجزائر موجودة في المغرب موجودة في تونس موجودة في فرنسا وهذا الموضوع وعالجاته منظمة أم المتحدة تكلمت عليه وعطات حلول أسنى محلي برك هذا يدخل في موضوع الهضر الغذائي وداروا تقرير السنة الماضية سنة 2018 دارت منظمة الموضلة العالمية للتقذية دارت تقرير حول الهضر الغذائي أين وين يكون التبذير وكيف يتحولونه يعني هذا معالج على المساوى الدولي نرجع على المساوى الوطني نحن جزائريين صح صحيح نبذر الخبز لماذا؟ لعنده أسبابه تحت التبذير التبذير يكمن أولاً على مستوى المسالك في حد ذاته على مستوى العائلة الثنين كذلك ما نساش باللي التبذير يكمن على مستوى الإنتاج يعني عنده خباز ما نساش باللي الخباز في بعض الأحيان ينتج أكبر من الكمية اللي يسحقها والخبز ذاك اللي يبسله ويبقى له البيت هذاك الخبز اللي يابد يعود يعمروا في شكاير ويبيعوا نعم صحيح هذا هو واقع ندرك من الواقع الواقع هذا هو الواقع جميل سيقع تروح تمشي تلقى وتحير سيقع غدوة تتجي في نفس الوقت ما تلقاش وتحير فيه تذبذب فيه تذبذب وهذا رجحت ثرت موضوع هائل جيدا وهو ما فيش دراسات الآن إن شاء الله بتنصيب هذا البرمان مراكز دراسات حول الاستهلاك وحول الإحصاء الآن لحد الآن ما كاش معلومات وإحصائية رسمية كم يستهلك الجزائري ومن الخبز كل واحدش حال يقول كل واحد يعطيه يعني رقم على حسابه والتبذير كل واحد يعطيه رقم لكن الرقم الرسمي لم يعرف إذن لابد من تنصيب مراكز إحصاء حول الاستهلاك في الجزائر كنا عرف الإحصاء وتكون عندنا معلومات معلومات دقيقة نقدر نوجد لها العلاج أما لكان عندنا معلومات غير صحيحة رغم أن نجيب نحاول نصح الوضعية لكن تكون نتيجة ما تعطيش يعني نتيجة إيجابية إذن لابد من الإحصاء كإصافة جميع المواد الاستهلاك مشيغل الخبز فقط قلت لك الخبز يبذر عموسة والعائلة وهذا معروف لأنه السعر تعمو دعم يعني الإنسان كيروح يشري محش الفرق الخبزة يشري يقول وعطيني عشر خبزات ويحتاج الشخبزات لأنه ما يضروه شيخسر 880 دينار مشي حاجة يخليه كذلك ثقافة الشيراء نشوفه الأب الإبن البنت الأم بقع يشيري خاصة في رمضان بقع يشيها والخبز في الآخر ما يقدرش يستهلكون ممبا يعني ممبا خبزة ولا نص خبزة من الغدوة هذك يترمى الخبز هذو زيد على هذك ما عندناش ثقافة يستهلك الخبز البيت ما عندناش ثقافة قليل صحي أكيد قليل اللي استهلك الخبز البيت أنا شخصيا استهلك خبز اليابس عفوا خبز البيت لما يبقى يابس حتى الخبز البيت يستهلك نعم يستهلك يباع يباع الشابلور يستهلك يعني عجب العجاب بالكمية بسعري يعني خيالي أكيد إذن ثقافة استهلك الخبز اليابس لابد تكون عندنا نحنا كالجزائنا باش ما نبذرش البيت عفوا الخبز البيت لازم لابد كذلك عندك فيها عن طريق المخبزة الخبز اللي يبقالوا يبات من الغدوة هذك كين في الدول الأوروبية يعاودوا يسترجعوه ويعاودوا يصنعوه مرة ثانية وميرمي وحش ويبيعوه بسعر منخفض مؤسسات تشتغل على بيع الخبز المطحون والشابلور اللي يستعملوه النساء راه يباع اليوم في أمبالاج وشو سبحان الله خبز مدعم يو كين أعلم تستفهم لكن كين النقطة أيضا حتى الإقامات الجامعية والطلبة يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية احنا كنا طالبين نتغدوا في الريستو ونتعشوا في الريستو ونشوفوا أنه لما تشوف الخبز المرمي على المطعم الجامعي أكثر من أكثر من الكمية نضيف لك ذكرتني بشي مهم جدا الجامعة الخبز مش شوفوش يبذر على المستوى العائلة فقط وإنما يبذر في مراكز وفي حالات أخطر من ذلك هو المطاعم الجامعية سواء كانت الجامعات أو المؤسسة التربوية أو مراكز تاكو الميهاني أو مستشفيات أو مراكز إعداد تربية أو المؤسسة العسكرية هذه تستهلك الخبز كمية كبيرة وهذا المؤسسة هذو شكون يجيب لهم الخبز عندما كاي الشارج ممويل يجيب لهم الخبز مخابة صناعية لكن عندما كاي الشارج ممويل يجيب لحل كمية وكيفاش لا باقة الدفن كيش حلش طول تحاش حل الوزن تحا يجيبها وزنا 250 غرام إحنا نشوفه باللي يستهلك قطعة منها والباقي يبذر الآن اللي حبينا الحلول إحنا الموضوع هذا تناولناه ورح يصدر في المجلة إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله ستصدر مجلة المستهلك تناولنا الموضوع هذا بالتفصيل حول تبذير الخبز اللي حبينا العلاج نتعلم المشكلة هذا لابد أولا من مراجعة المرسوم التنفيذي ليحدد وزن الخبز علش ما نصنعش خبز دي باقة دفن صغار دي بتي صغار هم كائنين يعني حاليا أكيد كائنين لكن قانونيا غير موجود نعم إذا لابد من تغيير المرسوم التنفيذي يسمح لتدي نار لازم يسمح الخبازين باش هم رمي طالبوا به لما لما يجيني باقة دفن صغيرة نستهلكها بدون ما نبذر أو نستهلك خبزة كبيرة هذا مفيد جدا ثانيا على المستوى المؤسسات نعم لابد كذلك من وضعي شروط شروط التموين ونوعية الخبز نوعية الخبز تاني الشي عندها دور كبير في عملية التبذير في بعض الأحيان تشيري الخبز الصباح يبقى لحشية ما تقدرش تاكله نعم يعني نوعية رضيئة جدا مش عاوش من الفارين ما يصنعوا بها وخين خبز كي بات يزيدي أكيد كالي يبقى له يومين يومين ثلث أيام تقدر تاكله وكالي يبقى بعد ساعتين كذلك عنده عامل السعر المدعم عنده عامل ثقافة الشراء عندها عامل ثقافة إعادة رسكلة الخبز البيت أو كما قولوا هذا راهي غائبة إذن كل هذه العوامل راهي تلعب راهي مساهمة في عملية التبذير بارك الله وفيك يبارك شكرا لا بدروش الوقت يبقى لنا شوية وقت ضيفنا الكريم نشكرك هي إعادة بعث وطلة جديدة للجمعية أعتقد اليوم أكيد نحن كنا شاركنا في ذو سنوات على كل حال لكن نشكركم على الاستضافة وعلى المساهمة في توعية وإعلام المستلك لأنه مثل هذه الحصص عندها دور كبير في تثقيف المستلك في دول الأوروبية والغربية والدول المتطورة يقدر المستهلك يغير مجرى حياة ومجتمعات أكيد شركات ومؤسسات إذا هانت مستهلك وما عطتوش حقه كمستهلك يقدر يغير ما صار الشركة يعني باش نشوفوا أنه يقدر المستهلك يصنع المستحيل وجمعياتكم إذا كانت تنتلق من المنطلق صحيح تقدر تصل إلى النقطة الصحيحة لكل دعا حنا الهدف نتعنا هذا هو باش نوصل وين يكون المستهلك كلمته مسموعة جمعيات حماية المستهلك كلمتها مسموعة وتساهم في حماية المستهلك في حماية الاقتصاد الوطني شكرا لك معمر بوشكيف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والتحية من خلالك لكل الجمعيات الناشطة في هذا المجال بعد قليل حديث مع الأستاذ غاشر والناس رئيس النقابة الوطنية للشبه تبيه